كمانتش عندك حقوق؟ الأخرين عندهم زيدة الحق في التعبير والنقد حق الأخرين في الحماية من التشهير والسبان كمانتش عندك حقوق؟ الدولة عندها التزامات حق الموظف والعامل في الإضراب الهلتزام بتقديم الخدمات العمومية للمواطنين الحقوق والحرية تعمرها ما كانت متلقة وبلاش نظامه ذوابت وقت تتقابل حقوقك مع حقوق الأخرين والتزامات الدولة تدخل السلطة وتتخذ إجراءات بش نظامهم وتضبطهم أي؟ وانت بدأ حريتي وانت قف حرية الأخرين كيفاش نحق حقوقي ونحترم حقوق الأخرين؟ ناديتلي؟ مبدأ التناسب هو الآلية القانونية ليستعملها القاضي بش يحاول يضمن حقوق الناس ويحميلهم حرياتهم في البداية يثبت القاضي إذا الإجراء يحترم القوانين والنصوص اللي أعلى منه خاصة الدستور من جهة وإذا الإجراء ما يمس الجوهر الحق من جهة أخر إذا كان يحترمهم يولي يثبت هل ضروري إنه نحدوا من الحق ونقيدوه؟ يعني هل تدخل السلطة لازم بالحق لحماية حقوق الآخرين وإلا لحماية مصلحة عامة؟ هل إنه الإجراء ما عندوش بديل؟ ما فماش طريقة أحسن بش نظم الحكاية يعني أقل ضرر على الحقوق؟ المبدأ المزيان والفعال هذا نلقاهه في دستير أغلب الدول الديمقراطية والمزدهرة وفي دستور تونس إن عم في دستور تونس في الفصل 49 من الأخر دستور تونس اليوم مش حبر على ورق اليوم الدستور حقوقه حرياته دولة قانون أما زادة آليات واسئة العملية تعاون كل مواطن بشهز دستور في الدول ويمشي للمحكمة مع هالفصل 49 مبدأ التناسب ويدافع على حقه وحريته من الانتهاك والتقييد اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر